النهاردة كان فيه حادث الحقيقة قليم وقع ما بين أوتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 بطريق أسوان أبو سنبل الحادث أصفر عن مصرع 10 من ركاب الأوتوبيس من بينهم 5 أجانب وإصابة 14 أخرين من جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته على فيسبوك أنه يتابع عن كثب حادث التصادم بين الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان ووجه السيد الرئيس الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم كما وجه السيد الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين وتقدم رئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين داعين المولى عز وجل أن يتغمى الضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان